السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج القوس لشهر جوان أو يونيو هي قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم أو على الجميع وقد تنطبق جزئيا أو كليا هي قراءة لبرج القوس الشمسي القمري والطالع لذلك أخذوا ما ترتحون إليه من الرسالة والقراءة والباقي أتركوه يرحل في السلام للكون فهناك شخص آخر يحتاج لهذه الرسالة نبدأ وهي قراءة للنساء والرجال مع أنني دائما أتكلم مع النساء لكن لأن معظم أو أغلبية متابعين هم هنا نساء لكن هي قراءة للنساء والرجال إذا لنبدأ كانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب غادي غادي ندير القراءة السحب ثم سنأخذ سنرى ما هي نصيحة أو رسالة الملائكة والنصيحة السماوية كانت من لكم حظ سعيد بسم الله حزيزي برج القوس خاصة البنات أرى أنكم يعني فقدتوا بزر ديال الوزن يعني عانى من نيمونية يعني السعال والالتهاب الرئوي لكن الحمد لله هناك شفاء وخاء يعني بسبب هذا التغيير الجدري يعني في الجو اليوم باء اليوم طقس بارد وغضاء الطقس حار لذلك لكن هناك شفاء إن شاء الله بالنسبة للعمل أرى أن هناك خيبة أمل في العمل هناك خيبة أمل في مجال العمل بسبب الطاقات السلبية نعم بسبب الطاقات السلبية يعني طاقة الحسد لكن عزيزي أنا أرى بداية عمل جديد وهذا العمل سيسمح لك بإظهار أفضل ما فيك يعني سترتاح كثيرا في هذا العمل وسيسمح لك يعني بأن تخرج هذا الإبداع الذي بداخلك وهذه يعني الكشف عن هذه الروح الجميلة التي لدى برج القوس يعني برج القوس هو الحنان واللطف هذه هي الصراحة والحقيقة نعم هذا العمل كذلك سيسمح لك الله الله سيسمح لك بمساعدة الآخرين مدياً ومعنوياً سيسمح لك بمساعدة الآخرين مدياً أو معنوياً أو بجوج يعني مدياً ومعنوياً في نفس الوقت يعني أنت ترسل للكوم وستتلقى نفس الشيء ترسل الخير والبركة وهذه هي القاعدة الكونية كما أقول دائماً واخا بالنسبة للعاطفة عزيزي برج القوس أنت طاقتك هي البناء والضمار أو تحطيم لكن هذا ليس سلبي واخا انتظروا بناء أشياء جديدة والخروج من السلبي هذا ما أريده يعني هذا ما أريده أن أقول هذا الحبيب الله يحبك الله الله يحبك هذا البداية دا بنشرحه دا بنشرحه دا تخلينا نركز غير شوية بداية حب حب قوي وصافي هرب هرب من هذا أنت تهرب من هذا الحب هنا حبيب طاقته نارية يعني أسد أو قوس مثلك أو حمل هو حب قوي وصافي ومكتوب لما فر منه واخا لما فر منه وحب حياتك واخا لكن هناك طاقة سلبية بزاف طاقة سلبية الله من دير هناك طاقة سلبية يعني ماشي سلبية يعني فضيعة هذا الإنسان يتصرف بشكل سلبي وسيء بزاف كثيرا يعني كثيرا هذا أسوأ ما قرأته واخا هذه الطاقة السلبية تؤثر على هذا على تصرف هذا الحبيب بشكل فضيع هذا الإنسان هذا الحبيب يصير ببوليغ يعني فيشكل قلوب العربية ثناء القطب نعم هو ليس مجنون لكن هو مرة ثلج ومرة نار ليستر وكل هذا بسبب هذه الطاقة السلبية هذه الطاقة السلبية لا أدري لماذا تؤثر كثيرا في هذا الشخص يعني ليستر 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 وعرب الزفق بها هذا الشخص امرأة نعم امرأة أنا أرى امرأة وكذلك منافقة أنت تعرف هذه المرأة لأن معك تظهر وجه ولديها وجهة يعني منافقة سبحان الله العظيم ليستر يعني هذه إيبوكريت بزاف 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 وطاقة وهي حسد وغيرها لا حدود لها سبحان الله العظيم نعم يعني كنصحكم بوضع خميسة في العنق أو كف يعني أنتم تقولون في بعض البلدان العربية كف يعني خميسة أو كف في عنقكم وإقراءوا المعاودتهم في الصباح وقبل النوم الله يخليكم لأنها تقى يعني قبيحة بزاف وخا الله يحفظكم فأنتم ملائكة كل القوسيين الذين تعرفت عليهم في حياتي هم ملائك فوق الأرض هذه هي الحقيقة هذا الإنسان يذهب ويعود يقول لك اليوم حبيبي أحبك كان بغيك ما نقدرش نعيش بلا بيك غد ينحمق سأجن أحبك ولا يمكنني العيش من دوني وغضى بحال يلقى الظهجنون يعني تقول لك ابتعد عني أنا لا أريد أن أكون معك يعني هذا الإنسان لا أدري ماذا يحدث أنا لا أدري ما الله أعلم لنواصل عزيزي إنها قراء يعني يفكر فيك ويتعذب هو يتعذب هو يتعذب كثيرا عزيزي برج الأسد عفوا عزيزي برج القوس تقول لك هذا الكارت أن يعني أن لا تتكلم كثيرا كارت الصمت أن لا تتكلم كثيرا أنت عزيزي برج القوس براءتك تجعلك تثق بكل الناس لكن للأسف للأسف الشديد ماشي كل الناس بحالك وخا لا تتكلم مع أحد عن أمنياتك عن أهدافك يعني خبيها خليها لك بحديتك أو يعني تكلم عن هذه الأشياء مع من تعرف أنه طبع يحبك يحبك ويتمنى لك الخير أمك مثلا لماذا لأنك إذا تكلمت عن ما في قلبك وفي بالك تثق بزاف في الناس لأنك إنسان بارئ بزاف وطيب بزاف فسيدمرون كل هذه الإيجابية التي بروحك فالقوسيين هم هكذا دائما إيجابيين وعندهم هذا الفرحة الزوينة وهذا الطاقة الأطفال النبيلة لذلك الله يخليكم الصمت الصمت وخليوا ذلك الشيء اللي في بلكم في قلبكم أو للأم الحبيبة لا ولا يعني رغم هذه الطاقات رغم هذه الطاقات السلبية لا تفقد أبدا السعادة والفرح يعني أنت عندك سعادة خالدة وفرح خالد في قلبك في روحك وفي وجهك وخط التي كراءة يعني كراءة مف جعلتني يعني كان تأثر وتخلعت شوية لأن يعني ثقت قبيحة بزاف لكن هناك حب جميل حب جميل عزيزي أرى كذلك شخص ثاني أرى حب آخر شخص آخر إنسان طيب في غاية الطيبة في غاية الطيبة وكل هدفه هو إسعادك وطاقته هوائية هذا الحبيب هوائية أو طرابية كذلك وأنت أولويته هذا الحبيب نحن نتكلم عن حبيب آخر إما هو موجود في حياتك أو سيظهر لكن أرى أن هناك إنسان طيب جدا يحبك بزاف لكن أنت يعني لا تنسى الحب الآخر يعني الحب الناري الحبيب الأول الذي طاقته ناريا أسد قوس أو حمل واخا لكن مع هذا الشخص ستعيش هذا الإنسان سيعيد لك التوازن في حياته وهو ملك هذا الإنسان وسيعطي لك كل ما تستحقه عزيزي برج القوس لأنك عانيت كثيرا مع هذا الإنسان لكنك لا تنساه لا تنساه ورغم هذا الرجل يعني هذا الطاقة الهوائية هذا الإنسان الطيب الذي يحبك بزاف أنت لا تنسى الآخر أبدا ومع هذا الإنسان ستعيش سعادة كاملة سعادة كاملة يعني هذا الإنسان سيضحي بالكل يعني أنت أولوياته كل شيء في حياته هو أنت وأنت وأنسى لكن ماذا يحدث هذا البرج يعني هذا الحبيب الحبيب الناري لن يترك هذه الأشياء تحدث هو دائما حاضر كيمشي وكيرجع لأنه لا يريد أن يخسرك لا يريد وسيدافع يوما يدافع عنك وغدا يرحل ويختفي وهكذا دائما واخا كانت هذه القراءة قراءة جميلة بزاف ومع هذا الإنسان الثاني أنت ستعيش يعني لابوندونس يعني الخير والرزق واخا هذا الإنسان سيعطيك كل شيء هذا هو الحب الناري وهذا هو يعني سيعطيك كل شيء لكن الآخر لن يتركك بسلام دائما غادي يكون إما في عقلك وقلبك أو سيظهر من حين لآخر في حياتك واخا وما غاديش يخلك يعني ما غاديش يخلك ترتاح أبدا يعني عاطفين ما غاديش ترتاح لأنه توقم الروح وهو يريد أن يعيش معك لكن هناك حواجز وطاقة سلبية بزاف بزاف لا يحفظكم ويحميكم يعني أرطي طاقة طبيحة بزاف لذلك أنا باعي معكم الله يحفظكم ويحميكم وأوصير الله يحفظكم ويحميكم واخا ولا تترك يعني هذه الطاقات تمحي هذه الابتسامة التي هي دائما مرسومة على وجهك عزيزي برج القوس الله يخليك لا تتركها تختفي أبدا أبدا لأنك أنت يعني أنت لطيف وحانون بزاف بطريقة مفرطة ومبالغ فيها لكن لا تسمحوا لهذه الطاقة السلبية تغير شخصيتكم المميزة والجميلة مهما أساء إليكم فالسماء والكون يعني الوئام الكوني يرجع الأشياء أو يترك الأشياء في مكانها يعني مهما كانت هذه الطاقة تتخربك وتريد التفرقاء الكون سيترك كل الأشياء في مكانها هذه هي القاعدة القاعدة الكونية وهذا الحب لا مفر له لا مفر نعم لا مفر منه لكن هناك يعني الكثير من المعاناة نعم وأنت عزيزي لا تتغير واخا أنت ما ترسله للكون يعود إليك وهذه الطاقة السلبية كذلك ما ترسله إليك هي ترسله في الحقيقة لنفسهم هذه الطاقة السلبية يرسلون السوء وسيعود إليهم يعني أنت لا تخاف لا تخاف أبدا من هذه الطاقة السلبية فهي في الحقيقة طاقة ضعيفة طاقة الجهل أنا لا أؤمن بالشر هي طاقة الجهل والضعف ولذلك تتصرف بهذا هذا تصرف العنيف والسيء وأنت عزيزي طاقتك هي القوة القوة والطيبة والنجاح معك دائما ستنجح في كل ما تريده في العمل في الحياة في الحب في كل شيء نرى ما هي نصيحة الملائكة والنصيحة يعني غدين أخد شوية بالحجر لأني أحتاج أحتاج لطاقة إيجابية لأن رأيت يعني طاقة السلبية بزد بزد يعني طاقة سلبية هذا ليقرأوا المعاوذتين لا يخليكم وضعوا خميسة في العنق ديالكم وغدين أخد مشغل وحدة غدين أخد ثلاثة ديال الرسائل لأني رأيت يعني طاقة طاقة سلبية بزد تقول يعني الطبيعة يعني الهواء الطلق والطبيعة سيجعلك يعني تعود للشباب وخة في فصل الخريف ستحصل على الرزق نعم ستحصل على الرزق هذا ما يقول يعني القطف يعني في فصل الخريف قطف الثمار وخة وهذه تقول الجواب لسؤالك يتعلق بابنتك لا أدري ربما البعض منكم عندكم بنية أو إذا لم تكنوا متزوجين فطفلة من العائلة أو يتكلم عن براءتك أنت أنت كطف براءتك يعني براءة برج القوت وخة وحتى هذه غادي ناخد منها ثلاثة لنرى ما هي الرسالة الملائكية ملائكة الحب تكلم بقلبك وقلبك مفتوح يعني تكلم بصراحة مع يعني تكلم عن مشاعرك مع حبيبك هذا ما تقول هذا القطوة الثانية انظر لحياتك العاطفية بتفاؤل وخة التفكير الإيجابي والإيمان غادي يجيب لك الحب حب يعني هذا الإنسان الذي تحبه تحبه أنت يعني التفكير الإيجابي والحب سيجعله يعني سيعيداني الحب الحبيب إلى حياتك والأخيرة أحبب بدون خوف افتح قلبك للإعطاء نعم للعطاء وللاستيلام لاستيلام الطاقة يعني أعظم طاقة موجودة في الكم كانت قراءة جميلة كانت مننا لكم الخير كانت مننا لكم الخير الله